اهلا بحضراتكم في هذه التغطية منذ عدة ساعات شاهدت سواحل اليمن المطلع على البحر الاحمر مواجهة امريكية حوثية واعلنت القيادة المركزية للكوات البحرية الامريكية انها اغرقت ثلاثة من اصل اربعة زوارت لجماعة الحوثي اليمنية وقتلت تواقمها اثر مهاجمتها سفينة تجارية في البحر الاحمر الحقيقة ان القيادة المركزية الامريكية اوضحت في بيان لها عبر منصة اكس انه في يوم الحادي وثلاثين من ديسمبر الساعة السادسة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت صنعاء اصدرت سفينة حويات تجارية ميريس كالدنمركية نداء اثتغاثة ثاني في اقل من اربعة وعشرين ساعة هذا نداء يفيد بتعرضها لهجوم من اربع زوارت صغيرة تابعة للحوثيين هذه الزوارت انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحقيقيون في اليمن واطلقت النار على تقم السفينة التجارية واقتربت الزوارت من السفينة مسافة عشرين متر وحاول مسلحون منها الصعود على متن هذه السفينة طبعا كل هذا الحديث بحسب البيانة الذي اصدرته القيادة المركزية للقوات البحرية الامريكية وقالت ايضا رد فريق الامن المتعقد لحماية السفينة باطلاق النار واستجابت لنداء الاستغاثة لمروحيات الامريكية الموجودة في هذه المنطقة وافادت بانه اثناء توجيه نداءات للزوارت الصغيرة بالابتعاد عن السفينة التجارية اطلقت الزوارت النار بكثافة على المروحيات الامريكية المشلحة والتي ردت باطلاق النار على الزوارت وانها كانت في حالة الدفاع عن نفس ووفقا للبيان الامريكي فان الحادث ادى الى اغراق ثلاثة من الزوارت الحوثية الاربعة وقتل افراد طواقمها جميعا ايضا فرار القارب الرابع من المنطقة فيما لم يلحق اي ضرر بالافراد او المعدات الامريكية التي هاجمت الزوارت الحوثية طبعا تأتي هذه المواجهة بعدما اعلنت القيادة المركزية الامريكية في وقت سابق ان مدمرة تابعة لها اسقطت ساروخين باليستيين استهدفت السفينة التجارية ميريسك بساروخ جنوب البحر الاحمر وذلك بعد تلقيها طلبا بالمساعدة من السفين وجددت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تحذيرها للسفن العابرة في البحر الاحمر اثر تلقيها تقرير هو الثاني خلال سعاية عن هجوم شمال غرب ميناء الحديدة اليمني من الحوثية ايضا كان وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن اعلن في الثامن عشر من ديسمبر الجاري تشكيل قوة عمل بحرية باسم حارس الازدهار تضم عشر دول وذلك بهدف مواجهة هجمات الحوثيين في البحر الاحمر مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكراً جزيلاً حضراً